اهلا بكم في فيديو جديد ومميز طبعا كالعادة هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا في الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي هتقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لست ما اشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويا ريت كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف ونتعرف على الادوات اللي هتتعارض معانا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده عندنا منظم للحمام تقدر ان انت تثبتيه على اقدار الحمام بكل سهولة وتنظم عليه فرش الاسنان ومعجون الاسنان هنا بقى معانا منظم او دولايب كبير كده وهو بيجي عبارة عن اربع رفوف تقدر ان انت تثبتيه عندك في المطبخ وتنظمي بيه كل الحلل او كل الاجهزة الكهربائية الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظمات تقدر ان انت تنظمي بيها الهدوم وتقدر ان انت تنظمي بيها البطاطين او اللي الحفة وزاي ما احنا شايفين كده المنظمات دي بتاخد معاك كمية كويسة جدا من اي حاجة انت عاوزة تنظميها بيها وبتساعدك برضو ان انت تستغلي كل المساحات الصغيرة اللي تبقى موجودة عندك في الدولايب وهنا بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تثبتيه على الجدار او على الحود وتنظم عليه مختلف ادوات ولوازم التنظيف زي فوات المطبخ او اسفنجة الموعين او السلكة وهنا معانا كفر للموبايل طبعا الكفر ده بيحميلك الموبايل بتاعك لو انت رايح البحر بيحمولك انه ما يوصلش ليه اي مية هنا هنشوف مع بعض عندنا كفر مصنوع من السيليكون طبعا الكفر ده بيجي متوفر كده بكذا لون تقدر ان انت تختار اللون المناسب ليكي وزي ما انت شايفة كده تقدر ان انت تثبتيه بكل سهولة على كرسي الحمام وغير كده الكفر ده بيبقى سهل جدا في التنظيف هنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة هيلة جدا من منظمات التلاجة اللي بتيجي باحجام واشكال مختلفة وطبعا زي ما احنا شايفين كده مع بعض تقدر ان انت تنظمي في المنظمات دي مختلف انواع المأكلات اللي بتبقى موجودة عندك ثبق خضرة او فاكهة او بواي اكل واهم ميزة في المنظمات دي انها بتساعدك على توفير المساحة عندك جوة التلاجة والانها تخليلك شكل التلاجة منظم جدا ومرتب بعد كده عندنا الكباسة اللي بتساعدنا ان انا نحل كل مشاكل الهدوم او الاحذية وطبعا هي بيبقى ليها كزا طريقة في الاستخدام وكل طرق استخدامها دي هتشوفيها معايا دلوقتي من خلال الفيديو ده بعد كده هنشوف عندنا حامل لمختلف لوازم المطبخ زي السكاكين او المعالق تثبيته سهل جدا على الجدار وغير كده المنظم ده بيساعدك على توفير المساحة عندك في المطبخ وتقدر يتنظم عليه فوة المطبخ هنا عندنا شكل من اشكال فتاحة الكنزة او العصائر وزي ما انت شايفة كده معايا استخدامه بيكون سهل جدا هنا بقى عندنا المأشرة اللي تقدر ان انت تقشر بيها مختلف انواع الفكهة او الخضار بطريقة بسيطة جدا وسهلة وهنا عندنا منظم للحمام تقدر ان انت تثبتيه على الجدار وتنظم عليه الشامبوهات او الكريمات وما تلاقيش الادوات دي بتبقى ثبتة جدا على الجدار وما بتتقصرش بالمية بعد كده عمتنا اداة بتساعدنا على ازالة البزور او النوع من مختلف انواع الخضار او الفكهة زي ما احنا شايفين كده ممكن تستخدميها للزاتون او الفكهة الصغيرة زي البلح او اي حاجة تانية بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من الاكياس نقدر ان احنا نصدم بيها الخضار او الفكهة او المكسرات او اي حاجة طبعا احنا عاوزينها والاكياس دي بيجي معها جهاز بيساعدك ان انت تتحاب الهوى من كل الاكياس دي وده طبعا بيساعدك ان انت تستغلي كل المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندك في التلاجة او في دلاب المطبخ عندك هنا هنشوف مع بعض عندنا مصفة تقدر ان انت تصفي من خلالها الرزة او الخضار او الفكهة او البوكليات بطريقة سهلة وبسيطة جدا بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا البلانشا او القطاعة اللي تقدر ان انت تقطيع عليها الخضار او الفكهة او تقدر ان انت تقطيع عليها الفراخ واللحمة وتعملي عليها مختلف انواع سلطات بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مكوى للبخار حجمها بيكون صغير ومناسب جدا للسفر يعني لو انت مسافرة بتقدر ان انت تخطيها معاك في الشنطة مش بتاخد معاك مكان خالص جوه الشنطة بعد كده هنا عندنا فرشة وقشاطة في نفس الوقت تقدر ان انت تنظفي بيها الارضيات او استجاد او مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك وغير كده تقدر اتقشاطي كل المية والصابون من خلال الاشطة اللي بتكون موجودة في الفرشة دي بعد كده هنشوف عندنا المطفل كبيرة دي او المغرفة اللي تقدر ان انت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة وحجمها بيكون كبير بيساعدك ان انت تصفي مختلف الاكلات اللي انت بتعمليها زي الخضار المسلوق او المكارونة او اي اكلات تانية بتحتاج ان ان انت تصفيها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مدخل المية تقدر ان انت تثبتيها على اي قرورة عندك وتستخدميها بكل سهولة من خلال الضغط على الزرار تقدر ان انت تستخدم المية او العصير او اي حاجة انت عاوزيها بكل سهولة وهنا بقى هنشوف عندنا القطع البلاستيك اللي تقدر ان انت تثبتي عليها جوتيون الحلل او المعالي اللي انت بتستخدميها وانت بتطبخي وهي طبعا بتساعدك ان انت تحافظي على الرخامة عندك ان هي تفضل نضيفة وان المبخ يفضل منظم ومرتب هنا بقى عندنا مجموعة من الاشريطة اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على مصفى الشفات وهي بيبقى عندها كدرة عالية جدا على انتصاص الدهون او السوائل اللي بيمتصها الشفات وبكده تكوني حافزتي على نظافة الشفات عندك بعد كده عندنا منظم للرز والمنظم ده بياخد معاك تقريبا حوالي عشرة كيلو من الرز وبييجي معاك ادامة عيارية بتساعدك ان انت تعيري بيها الكمية اللي انت عاوزها من الحاجة اللي انت بنظمها بيه وغير كده كمان بيجي فيه جزء خاص تقدر ان انت تدفيله الطوم عشان بيمنع تساوس الرز بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا حامل او منظم صغير تقدر ان انت تثبتيه على حنفية المطبخ وتنظمي بيه لوازن تنظيف الموعين زي الليفة او السلكة هنا بقى هنشوف عندنا القطعة اللي بتساعدنا اننا نثبت المشترك او جهاز الانترنت او الرموت او اي حاجة احنا عاوزين نثبتها على الجدار او في اي مكان احنا عاوزينه بطريقة سهلة جدا بعد كده هنا معينا الجهاز اللي بيساعدك ان انت تعملي مختلف الاكلات على البخار زي ان انت تقدري من خلاله تسلق البيض او اي حاجة تانية انت عاوزيها هنا بقى هنشوف عندنا اداة بتساعدنا على كسر البرشام لنص او لربع بكل سهولة على حسب وصف الدكتور طبعا بعد كده عندنا الفرشة اللي بيجي فيها جزء خاص تقدر ان انت يدي فيله مادة التنظيف اللي انت بتفضلي تستخدميها وبعد كده هتقدر ان انت تنظفي بيها مختلف الحاجات اللي انت بتكوني محتاجة تنظفيها وغير كده كمان بيجي معاها كزا قطعة للتنظيف تقدر ان انت تبدليها بكل سهولة هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للحمام بيجي مكون من كزا درج باحجام مختلفة فوق بعد كده بالشكل ده تقدر ان انت تنظم بيه مختلف ادوات الحمام زي المنازيل او الفوت او الشامبوهات او الكريمات وغير كده كمان هو بيبقى مزود بعجل يعني تقدر ان انت تحركي بكل سهولة في ارضية الحمام بعد كده بقى هنشوف مع بعض عندنا الفوطة اللي بيبقى عندها كدرة عالية جدا على امتصاص السوائل تقدر ان انت تستخدميها في تنظيف مختلف الحاجات اللي بتبقى موجودة عندك وبعد كده هنا هنشوف عندنا الجوينتي السيليكون ده طبعا الجوينتي ده تقدر ان انت تستخدميه في تنظيف المواعين وتستخدميه في مختلف التنظيفات اليومية اللي بنعملها في البيت وغير كده طبعا هو بيحافظ على اديكي من المواد الكيموية او مواد التنظيف اللي بنستخدمها في مختلف التنظيفات في البيت ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدا ياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عالكسيبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصل لك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها هو عاوزا اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصل لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دولي تلات طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر النواة يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بتضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت اتمنى ما تنسوش تدعموني في خانة التعليقات اتمنى ما تنسوش تدعموني في خانة التعليقات